لجنة السياحة كمان هتكتمع النهاردة لجنة السياحة والطيران المدني هتكتمع النهاردة بمجلس النواب برئاسة صحر طلعة مصطفى لاستعراض الخطة العامة للجنة وتحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة أحمد إدريس وكيل لجنة السياحة والطيران المدني قال إن الاجتماع سيكون إجرائيا لبحث الأمور العاجلة ووضع الخطوط العريضة التي ستبدأ من خلالها اللجنة عملها في الفترة المقبلة أضاف إنه تم التواصل مع كافة أعضاء اللجنة والتنبيه على الجميع بالحضور ميسى عطوى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قالت إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ستعقد أولى اجتماعاتها بكرة في مقر مجلس النواب برئاسة جبالي المراغي أضافت إن الاجتماع يحضروا كافة أعضاء اللجنة ويماقش خطة تعملها خلال الفترة المقبلة وكيفية التنسيق والتواصل السريع والفعال بين أعضاءها وبين اللجنة ذات الاهتمام المشترك